السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبي عاملين ايه? وحشتوني 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 صباح اللبن الحليب صباح التواجن صباح كل حاجة حلوة في الدنيا تعالوا شوفوا الستة السعادية لما تكون قعدة فاضية وبتخلق شغل باي طريقة ايو ما احنا مش هنعمل تفاضين كده وخلاص لا لازم نعمل روتين معاكم طبعا انا معايا التواجن دي لو اقولكم من قبل ما افتح القناة تقريبا لها ست سنين عندي وعايزة تتحرق والتواجن دي صحية 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 بطريقة غير التانية خالص اللي هي المدونة دي تعب انا احرقها مع بعض وتعرفوا ازاي لما تجيلكوا طواجن زي كده تحرقوها جبت معلقة عسل ومعلقة الزيت مش معلقة بس ضبط على قد مانتي ايه يعني كل طاجن بياخد معلقة عسل ومعلقة زيت وتعملوا الفرشة كسرت وايه يلا نرميها مش مشكلة فداكم وفدايا هادهن ايه العسل على الزيت كده وادهن الطاجن كله برة وجوه ايوه شو في يعني بدل ما اقعد تحت البطنية اكل لي حاجة اشرب لي حاجة لأ بقوم وبدور على اي شغل اعملها في البيت وانا قاعدة شو ايه يا الستات المصرية كده يعني اي ست مصرية عربية لازم بتدور على اي حاجة الطاجن دي بقى احرقها عشان ايه تسخني فيها بقى ايه شوية عتس شوية سبانخ شوية بامية اه تعملي طاجن بيت بالبستيرما يا سيدي صدقوا جوحة اه يبقى الاكل كده بشكشك فيها لغاية ما تخلصي اكله وتلاقي والله العظيم انا سخنت فيها مبارح اه عتس فضل الطاجن يغلي لغاية ما خلصنا اكل طعمها جميل كم تخلي الاكل هو اسمها زبدة زبدية زبدية اسمها زبدية للطاجن الزغير ده اسمه زبدية بيبهو ده اصل التواجن على فكرة لكن المدهونة دي يعني اسمع اللي هي بيقوله مصصحية عشان كده ما باستخدمهاش كتير يعني انا بعمل رز المعمر قدامكم في الصينية قليل قليل جدا لما باستخدمها عشان اسمع ان هي مصصحية المادة اللي هم دهنينها من جوة دي بتبقى مصصحية كده ايه يلا ندخلهم الفرن وما نسكتش على كده لأ عندي بطاطا قلت اخسلها بالمرة ايه ونحلي بالمرة اهي بص الطواجن كده بص هي تحرقت يعني المفروض كلها تبقى سودة كده على فكرة يعني حتى الحيطة البيضة اللي قاعدة دي لون الطاجن ديت المفروض تسود برضو بس العسل ما طلهاش الزيت يعني عمل مادة عزلة بس كده هنروح نعمل ايه تاني اه هنغسل التواجد طبعا ما تغسلهاش في ساعتها اول ما تخلص انا سبتها بصراحة ايه لتاني يوم علشان ما اغسلهاش في ساعتها تترشق منك تحت المية من سخن السائع هتترشق منك هتغسله بالسلكة عادي بتاعتك اللي فعل زبونشة او الصابون بتاع الموعين عادي جدا خالص واللي هي الحرق اللي انت حرقتيه طبعا مش هيطلع احنا حرقنها عشان ايه ما تشربش معانا المادة الدهنية اللي اللي هتعمل بها السمن اللي هتعمل بها البيض وكده يعني هدعكها طبعا العسل هيطلع بس هتفضل محروقة كده بصراحة المفروض كنتو حطت لها عسل تاني التواجن الزغير زي وحرقتها تاني بس اللي بينه وبينكو كسلت يعني الطاجن الكبير عجبني محروق يعني حلو يعني شرب العسل كله مني كده وتحرق حلو بقتعك طبعا لان العسل محروق جوه عامل خشن كده فطلحته كله بس هي هتبقى صمرة كده يعني المفروض تتحرق اكتر من كده هدعاكم كلهم كده واجشطفهم معكم بص دوت عجبني الحرق بتاع بصو اسود كله ازاي من جوه وبرا هو بيتباع على فكرة زماني والله العزيم يا عيال تعالوا ما اقول لكم اول ما اتجاوزت جديد كنت اروح السوق كنت اجيب الزغير ده وحيات ربنا بربع جنيه كنت كل شتوية لازم اشتريلي واحد وبيبقى محروق جاهز على فكرة بيتباع بس مش بيغسلوه انت تغسليه في بيتك تنقي بقى اللي انت عايزاه وتغدي كنت اجيب الصغير بربع جنيه يا سلام نسكت على كده لأ يلا نجيب بقى شوية دقيق ونعجنهم شوية قرص طبعا انا عملت قدامكم العجينة بالبركة بس انا عاملاها في فيديوهات خاصة القرص الطرية ديت بايه بمقادير واحد اتنين تلاتة بس قدامكم انا عاملاها بالبركة حطيت الاول كيلو دقيق ابيض وبعد كده روحت جايب الطبق اللي قدامكم فضيته دوا دا دقيق اصمر آآ نخلاه ومطلعة منه الردة عشان آآ بحب بخلط حكتي تبقى صحية اكتر انتوا عارفين السموم التلاتة البيضاء الملحة والسكر والديق العبيض فبحاول الحاجة اللي تتخلط بخلطها بصراحة اللي ما بتتخلطش بس بها زي الكيكة ما تنفعش تتخلط لكن كان قرص عيش آآ بيزة آآ فطير اي حاجة بخلطها بين الديق دا والديق دا حطيت باكو خميرة وحطيت اربع معالق سكر عشان يدول في حدود يعني اتنين كيلو اتنين كيلو اللي ربع دقيق حاجة زي كده يعني رشة ملح وهجيب السمسم والسمسم بقى كطر يتقليلي ده براحتك تستغني عنه براحتك بس طبعا بدي تعمل القرصة بحطيت اربع معالق اربع معالق سمسم والكسرول اللي رفحتها عالنار حطيت سمنة وزيت وحطيت خض اللبن وشوية اشتق ودفتهم بس عالنار ما سخنتهمش خالص دفتهم عشان الخميرة بتاعتي ما تموتش كده بقى هفضل ابسهم في بعضهم كده في العجين ولازم طبعا مرحلة تلبس دي تبس العجين بتاعك بتاعك كويس قبل ما تنزلي بالمية الدفية طبعا انا مش هحط لبن لان انا حطى خض اللبن ده خير خير والله العزيب بس العجينة يا لهوة العجينة فضيعة فضيعة هروح بقى اجيب كباية لبن كباية مية اهي كباية مية في الطبق اللي انا كنت حطى فيه الاشتق بصوا كل حاجة ماشى معكم بالبركة ومغير مقدير ومش عايزة موعين بقى عشان كده اعمل شوية القرس وكفاية بقى اهي لفتها كده خدوا في حدود كباية ونص مية شوية دول خدوا مني في حدود كباية ونص مية لان انا حطى الخط برضو مادة سيلة هو كيلو دي بياخد كبايتين سويل كيلو دي اه هي تعجنت بس قلت خليها ايه تتملك كويس كل ما تعجيني العجينة بتاعتك تبقى كويس عندي مشكلة هنا في العجينة يا جماعة اللي عنده كنود لو حد عنده كنود يعني يقولي الحلة كل ما اجي اخلص اجي اطلحها بصعوبة بتكون حاسها افشة في العجين كده حتى سايبها ايه ركبة ايه قلت ما خلص ابا ايه عايزة صحة يعني بصعوبة بتطلع معارش ايه لما يكون العجين تقيل عليها ولا هي مش عارفة فضيت سكر لاني دلوقتي عيالي ما بيأكلوش غير السكر وتجيبنا بس ما لهمش في العجوة ما لهمش في القرفة فانتي الحشوة دي بمزاجك انتي احشي جيبنا رومي جيبنا خزين اللي هي البراميلي اه سكر وقرفة سكر سيادة برحتك هما بيفضلوا اكتر حشوتين طبعا انا عاملها لهم هما فلازم احشيها على مزاجهم مش على مزاجي انا وانا باكل كله يعني مش عتق بصراحة يعني ارفة ماشي سكر ماشي جيبنا ماشي لو لحمة ماشي طبعا القرص ما تنفحش باللحمة ده انا بخزر معكم وان لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تسالوا على رسول الليه علي يا فضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله كده دينا خلصنا خدوا معي تلات صادات خدتهم ايه قعدت برا فيت جنب الدفاية موقفتش في المطبخ بسرعة بصوا اهي الدفاية مش عغلينها جانبينا وقلت ايه قعد جنب الدفاية انا اتدفة والعجين بتاعي كمان يتدفة عبر ما خلصت ما سبتاش خمرت ولا حاجة قطحت على طول بتخمر في الصواني زي الكحك بتاع العيد لما بتقطعيها على طول وبيخمر في الصواني طبعا وانا واقفة كده روحت شطبت المطبخ وخليت فل شامع من وورا وغسلت المواني اللي تلعت ولمت الدنيا كده وعبال ما انا سويتهم طلحت من المطبخ بص الصوة بتاع بص الطريق طريقة ما اقول لكمش احلى بالبركة ما فيش بصوا افتحها بقى دي مجبنة بقى دي جبنة براميلي طعمها طحفة 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 هروح اعملي بقى كوباية شاي بلبن كده واكل القرصية الحلوة الجاملة دي بص يا لهوة بص سفنجية سفنجية يعني دي ام سكر بص مفرغة زي من جوة ومحشية لوز العنب لو وصلت لغاية هنا ما تنزوش تنزلو تكتبو اللهم صلى وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله عشان ناخدو سواب كلنا مع بعدينا في الايام المفترجة دي